موسيقى اليوم رح يكون معانا ممثل وفنان اردني متميز عمل بالعديد من الاعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية اللي شاركت بالعديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية هو ايضا حاصل على ست جوائز كممثل دور اول بي المسرح ورشحه كافضل ممثل لمهرجان او بي مهرجان الجولدن اويتس اهلا وسهلا فيك تكون معانا اليوم الفنان احمد العمري اهلا وسهلا فيك شرفنا استاذ احمد اهلا وسهلا بنا تحكي عن تجارب المسرحية اللي قدمتها كممثل ايش اهم التجارب ايش اكثر التجارب اللي اثرت فيك يعني تجارب مسرحية كثير قدمت تجارب مسرحية بس اهمها ما يعني بالفترة الاخيرة من تقريبا خلنا نحكي من سنتين يعني السنة اللي مضت 2010 كان في عندي تجربة مميزة اعتبرها من التجارب اللي كثير مميزة اه اللي هي سكان الكاف شاركت بالموسم الاردني موسم المسرح الاردني وبعدها شاركنا فيها بمهرجان الهيئة العربية للمسرح اللي كان في بيروت السنة اللي مضت مهرجان الهيئة العربية للمسرح كل سنة بيكون في عاصمة عربية السنة كان المفروض يكون في دماشق بس نتيجة الظروف السياسية اللي عم بتصير فقرروا يعملوا في عمان الحمد لله يعني الله ينعم علينا بالأمن والأمان يعني أكيد فالسنة هاي رح يكون موجود من خلال مشاركة بمسرحية عشيات حلم إن شاء الله لسه مش أكيد هذا الموضوع عشيات حلم كانت بهذا الموسم والزمن والحجرة كمان كنت أنا أخرجتها والمسرحية الثانية اللي كنت ممثل فيها كمان اللي هي ثلاثة أحزان مسموعة يعني إذا بدي أكي عن أي تجربة فيهم فبديش يعني أحكي عن تجربة على حساب تجربة ثانية يعني كلهم تجارب كانت مهمة بالنسبة إلي سواء على صعيد الإخراج ولا على صعيد التمثيل بس أنا مشروعي يعني ممثل بالدرجة الأولى مش مخرج يعني أنا درست تمثيل وإخراج بس كانت مشاريع تخرجي معظمها بالتمثيل مش بالإخراج يعني بتشوف حالك أكتر بالتمثيل أكتر من الإخراج هي شوفي يعني ما هو قديش عملت أنا تجارب مسرحية كممثل قديش صار في عندي تجارب مع مخرجين سواء مميزين أو نصكم وصوري على التعبير يعني قديش صار في عندي أنه أتعلم منهم هذول المخرجين فصار في عندي زي يعني هيك رغبة بأنه أنا أجرب حالي كمخرج يعني ليش لا وكثير في ممثلين يعني سواء محليين أو العالميين يعني مشتركوا التمثيل بس أنه جربوا بالإخراج فأنا كانت مش التجربة الأولى يعني كانت التجربة للتسيل الرابعة يعني كمخرج فهي الزمن والحجرة كانت نص أجنبي ألماني لبوتو شتراوس وأخرجتها أنا عملتها فيسبوك يعني طلعت الفيسبوك من عبائة العالم الافتراضي للواقع يعني جبت كل الفيسبوك وشخصيات الفيسبوك حطيتها على المسرح ومن ضمن الشخصيات حتى الاستحدثت يعني نص الأصلي كان بيحكي عن ثلاث شخصيات عادية موجودين في غرفة أنا اعتبرت أنه هاي الغرفة هي غرفة الفيسبوك النافذة اللي كانت موجودة بالغرفة اعتبرتها هي البروفايل أي حدا فيهم وبعدين طلعت شخصيات لها علاقة بالجيم ريكوستر هذول اللي بعثوا دائما جرّب اللعبة هاي جرّب اللعبة هاي فكانت كثير هيك فيها نوع من الفن واشي مختلف يعني اشي كان غريب شوية بس تجربة كانت سريعة يعني وتم تجسيدها على المسرح بطريقة سهلة يعني كيف تم تجسيدها على المسرح؟ ذweek für thermmove putar. نعم وقد حتى الجمهور المطلوب منه انه وそうそうوجه اذهب مازلة مع اذا لمحوا حين يوجدun loved one فكان لأنه من يجب ان يجاب خمال انه سريم للعرض يعني نعرضواه مختلفة على هواء وأي حدا يريدوا شارك من برا حتى إذا لم يجب ان يت begeزن العرض المسرحي يستخدم من بيته curve shift نشارك حتى بكومنت، بلايك، بريكوست، بأي شيء، بتاغ مثلاً، صار فيديو تاغز، وكان القفلة المسرحية كانت اللينك اللي هو هرمنا الثورة التونسية، هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، فكان صار في مشاركات على الفيسبوك من قبل الناس؟ صار بس إشي بسيط يعني أنه يدوب لحق، لأنه أساساً مدة العرض كانت يعني نص ساعة ماكسيموم يعني ما كان فيه، رجعت انعرضت هذه المسرحية؟ عرضناها خمس مرات بمحافظات، طبعاً بالمحافظات ما قدرنا نكون أونلاين بسبب ظروف المكان اللي دائماً نعرض فيه بالمحافظات، للأسف هم لما وزارة الثقافة بطلبوا منا إحنا كمسرحيين أنه نعرض بالمحافظات، ما بكونهم هيئينين لنا الظروف الملائمة للعرض اللي بشوفوه في عمان، عمان مجهزة بإمكانيات يعني المسارح، مقارنة بالمحافظات الثانية، فيه اهتمام بعمان أكثر من يعني كثير في ناس يحكوا عمان هي الأردن، يعني مش طيب، خلينا نحكي كمان عن دورك بمسرحية عشيات حلم، كانت عن الشاعر عران مصطفى وهبي تعالى، احكي لنا عن هذه التجربة يا ستي، هذه المسرحية من تأليف مفلح العدوان، كاتب معروف وأخذ جوائز عربية، وإخراج في رأس المصري، مخرج وفنان وعنده عين حلوة يعني بشتغل إضاءة حلو كثير كمان، التجربة هاي كانت صعبة بالنسبة إلي يعني أنا كان عندي يعني كنت متردد إني أشتغلها لأنه الله يرحمه مصطفى وهبي التل الشاعر عرار، ما كان في يعني مش موجود عنه بالأرشيف فيديو لحتى نشوف كيف كان بتحرك كيف كان، في مجموعة صور إلو مع الجلالة الملك عبدالله الأول وهاي الصور ما كانت بتكفي بالنسبة إلي كان ممثل إنه يعني أوكي حاولنا قدر الإمكان إنه الشكل يكون قريب لشخصية عرار بالرغم من إنه فيه اختلاف بس طول الوجه وشوارب وهيك حاولنا قدر الإمكان إنه كون فيه قرب من خلال الشكل ما يتعلق بالقصائد اللي كانت مختارة لحتى ألقيها كانت الفكرة إنه ما فيه إشي بالنص بحكي عن حدوتي مثلا أو حكاية عن الشاعر عرار أو موقف صار معه مثلا كانت عبارة عن قصائد أنا لازم ألقيها فكان فيه أكثر من خيار أمامي إنه طب أحكي القصائد عادي هيك ألقيها يعني إنه مثلا ماذا على الناس من سكري وعرفاني ماذا على الناس من قولي لهم بلا 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 مثلا القصيدة كثير يعني بدها تشفير ما بزبط شي لأحكيها على الهوة يعني بس بدي أختار مثلا قصيدة من ضمن القصائد اللي كانت موجودة بهذا النص المسرحي بين الأنيني وغصة الذكرى أبعد بعمر ينقضي عمرا وانفض يديك من الحياة إذا يوما أتقت عن الهوى صبره فكان فيه قدامي خيارين إنه أقرأها هيك عادي يعني كأنه حدا بقرأ شعر وبيقرأه صح ومنيح ولا أحاول أمثل هذا الشعر اللي موجود فيها طبعا كممثل أنا بغار يعني إنه أنا مش شعر بس أنا بدي أمثل دور الشعر هلا ما فيه بالأرشيف لحتى يعني نشوف كيف كان الشعر بتحرك كيف كان بقعد كيف كان بحكي بس عفوا يعني أستاذ أنت بالنعاية أنت كممثل وكمخرج بدكم تطلعوا بصورة نهائية لهذا الشعر تطلعوا فيه بأحسن صورة لما تقرأوا عن قصة حياته أكيد الشعر مصطفى وحبي التالت قدروا تعرفوا كثير عن قصة حياته ألا الكتب الموجودة كمان عن حياته هي عبارة عن مواقف الكاتب لما كتب النص المسرحي كتبوا قصائد ما كتب هاي المواقف فكانت هون المشكلة بالنسبة لي كممثل بس هون دور الممثل إنه يعرف أكثر عن حيات الشاعر لا لا هو الفكرة إنه ما فيه مشهد درامي لحتى يعني مثلا مشهد دخل عرار على الخربوش لقي سلمة قالها مرحبا صباح الخير سلمة كيف حالك شو محضرت لنا اليوم حكت له والله ولا إشي فيه اليوم سهرة رح نسهرها النور مع بعض يعني ومنستنى فيك على أحرم الجمر وهاتشوف شو في عندنا قصيدة جديدة ممكن تحكي يعني ما فيه ما فيه هذا الديالوج فيه سلمة بتستحضر الشاعر عرار بتحكي ياريته ما مات ياريت لو رجع ياريت لو يرجع وبرجع بس برجع زي طيف أو حلم وببلش يحكي قصائد فهي كانت المشكلة في النص أنا بحكي بس إحنا كعرض مسرحي كان عرض مميز والناس حبوه وتفاعلوا معه وأنا حاولت قدر الإمكان أنه أنه أكون قريب من الحس اللي كان بكتب فيه عرار يعني كشاعر فكنت بحاول قدر الإمكان إني بس ما يعني بحكي عن نفسي بمنتهى الشفافية الشفافية يعني أنه أنا يعني كثير هنوني وباركولي وحكولي برافو وحلو وأبدعت وما عمرنا سمعنا قصائد بتنحكي بالطريقة هاي بس أنا بالنسبة لي بعرف شو اللي قدمته يعني أنت حكمك على نفسك أنا حكمي على نفسي يعني بجوز 50% إلى 55% يعني قدرت أوصل من شخصية عرار كشاعر يعني شخصية بالنسبة لي يعني ما حسيت أنك أعطيتها حقها بشكل كامل مثلا لهذه الشخصية بينك وبين نفسك بدها حدا كان مش عايش بهذه الفترة بس حدا قارئ كثير عن عرار بعرف كثير عن عرار لحتى يكتب عن عرار تفاصيل التفاصيل كنص درامي يعني يمكن تلفزيوني سينمائي ممكن يزبط أكثر من مسرحي يعني بس مسرحي اكتفينا بأنه نقرأ قصائده بشكل كما لو كنت أنا عرار طيب بتحب مثلا لو نعرض عليك تجربة تلفزيونية أنه تجسد دور الشاعر عرار بيكون يعني بتحب بتفضل آه ممكن وهو زي ما صار كمان بتجربة محمود درويش الشاعر محمود درويش بصير في عنا وهم المشكلة بالكاستنج ما هو إحنا ما في عنا كاستنج يعني عنا بالدرامة التلفزيونية قاله أحمد في عنا دور شو رأيك تشتغله بس سوري يعني اللو بجت وما منكدر شو اسمه يعني ببلشوا يحكوا بالسعر قبل ما يحكوا بالكاستنج يعني للأسف عنا بالدرامة التلفزيونية الأردنية والعربية بشكل عام يعني ما في شي اسمه كاستنج يعني زي ما بصير بالسينما مثلا ما يعني اش أصدق بكاستنج يعني مثلا بيجي بحكوا ألو إحنا في عنا دور ممكن يكون مناسب إليك بس تعال عشان عمل لك تست على الكاميرا فبيجوا بيحكوا بيعطوني مشهد بيحكوا لي حاول تحفظوا وهي الكاميرا وإحكي هيك وإحكي بروفايل وإحكي هيك وبعدين بيجيبوا حدا ثاني وحدا ثالث وحدا رابع وبعدين بيختاروا آخر كاستنج عملته مثلا لفيلم على مد البصر اليوم أنا وأنا بتفرج الصبح على رؤية فيه تقرير راح تجيبوا عنه ما بعرف بجوز اليوم أو بكرة ما بعرف عملت كاستنج أنا وزملاء إلي كمان ممثليين بس ما اختاروني أنا اختاروا زميل إلي ثاني لأنه فيه إشي اسمه كاستنج يعني إشي له علاقة بأنه هذا الممثل أنسب من هذا الممثل لهذا الدور هلأ عنا ما بصير فيه كاستنج بدراما التلفزيونية إنه خلص والله ممثل بعرف يحفظ بعرف عنده حس شوي أوكي بزبط الشكل مش مشكلة الشكل يعني بزابط إنه يكون عرار يعني شوي أوكي خلص مشو أهلا ما ما شي حال بس مثلا فيه فنانين معروفين ما بيعملوا لهم كاستنج مثلا ما فيه داعي لأنه معروف إنه أنا بالنهاية عم بقول إنه النظرة النظرة الإخراجية للعمل ممكن فيه فنان مثلا معين معروف إنه هذا الفنان هو رح يجسد هذا الدور من خلال التجارب سواء المسرحية أو التلفزيونية أو التمثيل بشكل عامل يهو قدمه فممكن إنه ما يكون فيه داعي للكاستنج أنا ما بقول إنه هو أبدا ما له داعي بس في بعض الأحيان بعض الممثلين بيكون لهم إنه ما فيه داعي إنه هو ينعمل له كاستنج لأنه هو معروف إنه رح يقدر يجسد هذا الدور ممكن يكون إله تجارب درامية ما إلها علاقة بالمقدرة ما إلها علاقة بالمقدرة أو القدرة على إنه فلان ممثل وفلان مش ممثل يعني بدي أحكي لك مثال مثلا غسان مسعود لما عمل كاستنج لفيلم بايرت أو دي كاريبيان عمل هو وعمل سامر المصري وعمل جمال سليمان وعمل كثير ممثلين وفيهم ممثلين من الأردن عملوا إياد نصار عمل وكثير من نجوم من العالم العربي إذا بتيجي تقارنيهم هذول كلهم ممثلين في بعض أنا ما بدي أحكي عنهم كممثلين بس تطلعي تلاقي إنه مثلا إياد نصار متفوق عنهم كممثل عنده حس وممثل وعنده تكنيك عالي بس اختاروا مثلا غسان مسعود أنا ما بدي أحكي بس الشكل كمان والحضور والمناسبة للدور هذا الأهم بالنسبة للكاستنج والخبرة والتجربة شو رأيك فيها؟ مش دايما يعني شوفه مثلا فيلم The Perfume العطر الممثل اللي عمل الدور الرئيسي البطل اللي هو بيركب العطور وبيقتل الجميلات لحتى يركب منهم عطور وبعدين بعمل عطر خيال وهي رواية معروفة عالميا يعني هذا الممثل ما شوفنا بعد هذا الفيلم ما شوفناه طب تطلعي في الممثل ممثل خطير بجنن بس ما شوفناه بعد هيك ولا شوفناه قبل هيك بس في اشي اسمه كاسنج أكيد بكون في ممثلين عالميين معروفين كمان قدموا لهذا الفيلم بس ما نشحوا بدليل انه كان فيه ممثل معروف كمان ومركب عطور داستن هوفمان كان موجود بالفيلم بس كان البطل مين ممثل اللي اول مرة من شوفه ولي اخر مرة من شوفه كمان ما شوفته بعد هيك ولا شوفته قبل هيك فهي اهمية الكاستنج في الموضوع لحتى يكون في عندك الدراما مثل العالم والناس ومميزة بدليل تطلع موضوع المحسوبيات والواسطات والخبرات والله فلان عنده خبرة وفلان ما عنده خبرة لا ممكن اللي ما عنده خبرة يكون هو الانسب للدور طيب خلينا نحكي عن التشارب التلفزيونية حكينا عن المسرح واخلينا نحكي عن التلفزيون منقدر نقول انك انت بتشوف حالك اكتر بالمسرح اكتر من التلفزيون والمسلسلات التلفزيونية مثلا انا دارس مسرح الدرجة الاولى مواد تلفزيونية بالجامعة كان في عندي مواد اجبارية مواد حرة كنت بوقظها بس عشان ارفع معدل التراكمية يعني ما كان في عندي اي رغبة في اني اظهر مع انه مسرح اصعب هو كمان من التلفزيون اه بس حسيت انه انا يعني هسا مثلا انا على المسرح اجرأ من هذا اللقاء اللي احنا فيه انا متلبك وريقي ناشف وويك متوتر بس بيقولوا انه الكاميرا احساس الكاميرا عندي بالنسبة الي اخطر من الراهب اللي موجودة على المسرح الراهب اللي موجودة على المسرح بتزول من اول خمس ثواني يعني بتكون موجودة بس انه بتزول من اول خمس ثواني ليش لما بتسمعي الجمهور هو بتفاعل تسمعي نفس الجمهور هو موجود فبتشعري براحة انه انت عم بتقدمي اشي مميز وحلو وقدر تمسك الجمهور فانه خلص اوكي انت بالسيف صايد بس الكاميرا بالنسبة الي بظل دايما بالدراما التلفزيوني احكي لا ما عجبني هذا الشوت ممكن بيني بين المخرج انه اعيد بقول لي والله حلو اللي عملتو بقول لي ما عالش انا حاس انه ممكن اقدم اشي افضل ليش لانه في كاميرا وفي خلف الكاميرا عالم وفي ناس بتحرك بالمسرح في قدامك جمهور كامل انا الجمهور بيكون ملتزم واي خطأ بدك تخطأه بالمسرح انت بتكون مسؤول عنه اما بالتلفزيون ليش بيكون اسهل لانه بتقدر تعيد الشوت بنعاد مرة ومرتين وعشرة اذا بدك فالمسرح دائما معروف عنه انه هو مسئولية كتير اكبر واللي بيقدم مسرح مش اي حدا مش اي فنان بقدر يقدم مسرح المسرح لسه يعني حتى بما يتعلق بالموسيقيين كمان يعني انه حدا بيغني لايف مثلا المسئولي اللي على عاتقه يعني بتكون اضعاف فيما لو بد يروح يسجل بستوديو مثلا بس انا ما بحكي عن هاي النقطة بحكي عن الرهبة بحد ذاتها هلا تجارب تلفزيونية اول تجربة تلفزيونية الي كانت فاشلة يعني فيلم تلفزيوني اشتغلته الحياة اولا يعني كان المفروض يعني كان للمخرج فيصل الزعبي الله يقوم بالسلامة انتاج سوهيل الياس او تلفزيوني اولا ما بعرف يعني بس هذا بالثمانية وتسعين تقريبا كانت اول تلفزيونية الي كان فيلم تلفزيوني بس صرت انطق قدام الكاميرا و اطلع من الكادر و كوني مسرحي و متعود اني اكون في المسرح اخذ كل راحتي و اتحرك وين ما بدي مثلا فكان المخرج دائما بعصب يا احمد الشوت ميديام مثلا كلاوس شوت امريكان شوت فانه ما تطلع من الكادر حاول تضلك مسيطر و ما تتحركش كثير فكانت تجربة كثير صعبة بالنسبة لي بس بعدين يعني تجربة على تجربة التراكم اللي صار موجود بالحمد لله يعني صار في عندي تجارب تلفزيونية بقدر احكي عنها انا انه مميزي يعني اشتغلت عيون عليا كنت الشيخ تركي في عيون عليا اشتغلت عطر النار اشتغلت العنود اشتغلت المرقاب بالنسبة للبداوي بالنسبة للأعمال التاريخية اشتغلت الأمين والمأمون ابو جعفر المنصور كان المفروض اشتغل المعاوية ابن ابي سفيان بصار في ظروف الها علاقة بالميكب انا ما قدر اجيبه ميكب ميكب طيب سؤال الاخير خلينا ننتقل للسنما بشكل سريع احكي لنا كان لك مشاركة سنمائية بالفيلم الإيطالي الأردني المشترك ميادين جوردان ميادين جوردانيا ميادين جوردانيا ميادين جوردانيا ميادين جوردانيا ودائما احنا الافلام كثير انا شايفتك ميادين جوردانيا ميادين جوردانيا جعبالي تتحدث عن عمل متفائل لا 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 طبعا متفائل بس بحكيلك التفاصيل انا الفيلم زيرو باجت ما فيه موازنة الفيلم عبارة عن فيه ممثل ومخرج من إيطاليا قرروا يعملوا فيلم إجوا على الجهات الرسمية الإيطالية لحتى يعملوا هذا الفيلم حقولهم مالله يعني سكوزا ما فيش مصاري إنه فروحوا دبروا حالكو فإجوا قال قرروا يعني شوف هلا المفارقة وين قرروا يجوا ينتجوا في الأردن على أساس الأردن يعني بتنتج أعمال فنية يعني عالمية مثلا إنه فيه كوستين مارك بالموضوع يعني فقرروا يجوا على الأردن يلتقوا في منتج اللي هو أنا دور المنتج فحكوا إنه والله بدنا ننتج هذا الفيلم إنه واحد إيطالي زوجته ضايعة وبدهم يدوروا عليها في إيطاليا طب إحنا في الأردن يعني كيف بدكوا دوروا على زوجته في إيطاليا فحكوا لا والله الطبيعة في الأردن والجغرافيا والشكل البناء والعمارات تشبه إيطاليا فعشان هيك آه والله بتشبه إيطاليا أوكي يلا من نشتغلوهم في الأردن فجبنا تاكسي استأجرنا تاكسي وكاميرا ريد وقررنا ننتج هذا الفيلم الفيلم بيحكي عن ممثل إيطالي ما ما بعرف يمثل أو يكون موجود في مكان ثاني إلا إذا كان عنده موزاريلا جبنة موزاريلا فبعد ما تخلص الجبنة بقرروا أنهم يوقفوا الفيلم يعني أنه خلاص ما ظلش موزاريلا فمنقول لهم لا يعني موزاريلا ما هي ممكن تكون موجودة في الأردن موزاريلا ما تقول الأردن تشبه إيطاليا فمندبرو لكم موزاريلا فكيف نتعرف على واحد بدوي في وادي موسى في البترة ونحكي له عن الطريقة عنده حلال وغنم و هيك ونحكي له كيف طريقة صنع الموزاريلا في إيطاليا فمنعلموا إياها وبتعلم صنع الموزاريلا ويصير في موزاريلا ونكمل الفيلم لكن بعدين نكتشف أن الفيلم رح يخسر وما رح يبيعوه أو فرح نخسر أنا كمنتج رح أخسر فبقول لهم طب شو رأيكو يعني أنه بدل ما نكمل الفيلم أنه نصير نبيع موزاريلا ما نصير نبيع موزاريلا بوسط البلد بالداون تاون بعمنا فبصير الممثل والمخرج يعلنوا عن الموزاريلا ومحهم البدو بطل إشير يدخل بالتمثيل أو بالإنتاج بالضبط فهي الفكرة أنه يعني حاليا ظروف العالم اقتصاديا بتجهو نحو الأمن والاقتصاد بالدرجة الأولى التجارة الرابحة التجارة الرابحة الفن والثقافة والوعي هذا لا مش بال يعني أنه ما فيش داعي له يعني لا خلينا ندور على يعني أنه هاي رسالة بالنهاية التجارة الرابحة التجارة الرابحة مش الفن أبداً مش تجارة الرابحة فهو الفيلم شورت موفي حتى يكون فيه مهرجانات مثل كان وبرلين وإن شاء الله يعني إن شاء الله بالمستقبل إذا لقينا منتج مثلاً تعجب الفكرة ويحبها إنه أوكي تعاوا ننتجه إن شاء الله فمننتجه بصير فيتر فيلم إن شاء الله منتمنى لكم كل التوفيق يا ربو أنت خصوصاً بتمنى لك كل التوفيق الفنان أحمد العربي أعمري أحلى أعرفي أهلا وسهلا بك الله يسألك منضل مع الفن ننتقل من التمثيل للموسيقى والتلحين بعد الفاصل منكون مع ضيف دانا الفنان عامر محمد خليكم معنا